دولة الامارات العربية داعمة للارهاب وقد تم ادراج الافراد والكينات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات الى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني ووكلاءه لتمويل الانشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق اخفاء الغرض الذي تم من اجلها الحصول على الدولارات وجاء ادراج الكينات والافراد الايرانيين ضمن القائمة بسبب تعاون وثيق بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية التي ادرجت ذات الافراد والكينات في قائمتها